بعد كده يمكن أنا عايز أتكلم عن فريق الكرة يمكن إحنا شفنا طبعا الهزيمة مبارح وب2-0 ولكن أنا عندي بعض النقاط اللي عايز أوضحها أنا مش هتكلم في أمور فنية طبعا كباتني كباتني وكبات المصر على شاش قاتل الأهلي تكلموا واستفادوا في النحل الفنية ولكن أنا أتكلم على أمر عظيم جدا وهو ده سر عظمة النادي الأهلي يعني بالرغم من غيابات النادي الأهلي والإصابات اللي هي ما حصلتش يعني أنا في طول عمري يعني ما سمعتش أني نادي أهلي يخض مباراة بال18 لعبة كقايمة ومنهم اتنين حراس مرمى يعني بنتكلم في 16 لعبة 11 في المرعب وخمسة قاعدين على البنش بره الموضوع كان قاسي جدا ويمكن نادي أهلي أهلي أمري متعرض في الطولة كبيرة زي دينه يبقى بالشكل ده شفنا إصابات كبيرة جدا اللعبة المنتخب الدوليين جمع قبل المباراة 24 ساعة الأمور مكعبلة ومع ذلك شوفوا الأمور ماشية زي ومع ذلك اللعبة مبارح نازلة تكسب اللعبة مبارح نازلين نكسب وهو ده عظمة النادي الأهل وهي ده عظمة النادي اللعبة مبارح طلع من المطشرز علانة الجهاز الفني نازل يكسب لا كان ممكن أي نادي تاني يبقى عنده شماع يعلق عليه يقولك أنا أنا ناقص ولكن مش ده النادي الأهل النادي أهل نزل مبارح وكل العالم شاف ده وتغييرتك وهجومك وحتى الأرقام الأرقام بالدل أن النادي الأهلي تساوى رأس برأس مع بالمراس اللي عايز أقوله لكم كمان مش كده بس الموضوع ما كانتش الجمهور واللعيبة لا عايز في جهاز الفني واللعيبة جمهور النادي الأهلي زعلان أيوة احنا زعلانين كنا عايزين نكسب هي دي عظمة النادي الأهلي النادي الأهلي مهما كان المنافس ما بيشوفوش روح النادي الأهلي وعظمة النادي الأهلي فهي احترام الخصم اللعب للفوز مهما كانت الصعاب ومهما كانت الإصابات ومهما كانت الغيابات ومهما كانت الطيار ضدك وخبالك إزاي أنت هنا النادي الأهلي وهي دي عظمة النادي الأهلي يمكن نقطة دي حبيتها وضحها لأن الموضوع ده يعني عظيم جدا ومع ذلك المباراة مباراة هتلاقي حتى الجمهور بيساند فرقته مزعلانين من الفرقة بالعكس يالله شدوا حلكوا عايزين مركز التالت عايزين المديلة البرونزية زي ما عودتونا وان شاء الله الجايات ولينا عودة لينا عودة بإذن الله البطولة دي أفضل من البطولة السنة اللي فاتت الحمد لله رب العالمين بإذنك يا رب اللي جاي هتبقى أحسن نادي الأهلي نادي كبير نادي عظيم أصبح النادي الأهلي النهاردة بيكسب بطل المكسيك بطل البرازيل بيكسبك بالعافية في ظل الغيابات وطرد لاعب وبيكسبك 2-0 وبيطلع فرحان جدا بالمكسب النادي الأهلي أصبح نادي عالمي علامة ولوجو النادي الأهلي أصبح في كل حتة في العالم معروف النهاردة انت مشي في البس تشيرت النادي الأهلي هيعرفوك في المكسيك البس تشيرت النادي الأهلي هيعرفوك في البرازيل البسها في أي حتة تشيرت النادي الأهلي دلوقتي يعني يكفي ان ده قيمة كبيرة وبنبني مستقبل للنادي الاهلي باللي احنا بنعمله ده مستقبل عظيم لولادنا اللي جايين ولعبتنا اللي جايين مستقبل عظيم كبير جدا وجود النادي الاهلي في البطولات دي باستمرار واداءه ده بيدل وبيثبت النادي الاهلي نادي كبير رأس برأس بالاندية الكبيرة على مستوى العالم اكتر الاندية حصولا بعد ريال مدينة على مستوى العالم بالبطولات القرية والعالمية هو النادي الاهلي فإذا النادي الأهلي مش بنقول أنه أعظم نادي في الكون ده كلام مرسل ولكن أن أعظم نادي في الكون بالأرقام بالطموح بالروح وهو ده اللي ميزي النادي الأهلي مبارح بالرغم من الخسارة وأننا نحن كنا مدائين ولكن دايماً في حاجة إيجابية منحب نوضحها لحضركم